بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا فيكم طلاب الصف السابع في الدرس الأول من الوحدة الثانية درس بعنوان تركيب الذرة ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكه وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كثير وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ نحن نتعرف على الذرة وعناصر ومركبات النشاط الأول عناصر ومركبات عرض معلم العلوم والحياء اللوحة الظاهرية في الشكل أدنى ثم طرح على مؤيد مجموعة من التساؤلات ساعد مؤيد في الإجابة عنها أولا عنصر الحديد 2H2O وهو مركب الماء 3NACL وهو مركب الملح الصورة رقم 4S أي الكبريت والصورة رقم 5CO2 أي ثاني أكسيد الكربون والصورة الأخيرة AL أي الألمنيوم صنف المواد أعلى إلى عناصر ومركبات العنصر بيتكون من نوع واحد من الذرات أما المركب فيتكون من نوعين أو أكثر العناصر في الصورة هي AL الألمنيوم وS الكبريت وFE الحديد أما المركبات فهي CO2 ثاني أكسيد الكربون وNA CL ملح الطعام وH2O الماء ما العناصر المكونة لكل من الماء وثاني أكسيد الكربون الماء يتكون من هيدروجين وأكسوجين وثاني أكسيد الكربون يتكون من كربون وأكسوجين أعطي مثالا عن عنصر فلزي وآخر لا فلزي مثال العنصر الفلزي الحديد F E و اللافلزي الكبريت S ما وحدة بناء عنصر الألمنيوم وحدة بناء عنصر الألمنيوم هي ذرات الألمنيوم العنصر يتكون من نفس النوع من الذرات وعنصر الألمنيوم يتكون من ذرات الألمنيوم فقط وتتكون المادة من وحدات صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة تسمى الذرات إذن الذرة هي وحدات صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة جسيمات المادة يتكون جسم الإنسان من مجموعة من الأجهزة التي تتكون من أعضاء والتي تتكون من أنسجة والأنسجة تتكون من خلايا يدخل في تركيبها مواد مختلفة والتي تتكون من ذرات إذن الذرة هي أصغر جزء في المادة وتوصل العلماء على مر القرون من معرفة مكونات الذرة وخصائص كل منهما رح نتعرف على مكونات الذرة من خلال النشاط الثاني جسيمات الذرة تأمل الأشكال الآتية التي تبين مكونات ذرات بعد العناصر ثم أجب عن الأسئلة الآتية أولا ما الأجزاء الرئيسية التي تتكون منها ذرة كل عنصر من العناصر السابقة الأجزاء الرئيسية للذرة هي إلكترونات ونيوترونات وبروتونات إذن كل ذرة تتكون من إلكترونات ونيوترونات وبروتونات ما الجسيمات التي تتواجد في نواة الذرة النواة تحتوي على بروتونات ونيوترونات أما الإلكترونات فتكون في مدارات خارج النواة ما شحنة كل من المكونات السابقة؟ شحنة الإلكترون سالبة أما البروتون فموجبة أما النيوترونات متعادلة ولا شحنة لها ما الجسيم الذي يدور حول النواة؟ الإلكترون ما العلاقة بين عدد الإلكترونات وعدد البروتونات؟ عدد الإلكترونات والبروتونات متساوية تتكون الذرة من نواة تتركز فيها جسيمات موجبة الشحنة تسمى البروتونات وجسيمات متعدلة الشحنة تسمى النيوترونات كما يوجد مستويات حول النواة تدور فيها جسيمات سالبة الشحنة تسمى الالكترونات كتلة البروتون تساوي كتلة النيوترون وتساوي 1840 من كتلة الالكترون سؤال اكمل للجدول الآتي جسيمات الذرة البروتون والنيوترون والإلكترون رح نقارن بينهم من حيث الرمز رمز البروتون هو البي والنيوترون ان والإلكترون اي الشحنة شحنة البروتون موجبة والنيوترون لا شحنة له أي متعادل الشحنة والإلكترون شحنته سالبة الموقع البروتون موقعه في النواة أما النيوترون أيضا موقعه في النواة والإلكترون موقعه حول النواة وبهيك بنكون خلصنا الدرس الأول من الوحدة الثانية بتمنى تكونوا استفدتوا ونلقاكم في دروس قادمة إن شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا فيكم طلاب الصف السابع في الدرس الثاني بعنوان هوية العنصر النشاط الأول جواز سفر يمتلك المواطن الفلسطيني جواز سفر يأكس هويته ولا يمكن أن تتطابق معلومات أي مواطن مع آخر وكذلك العناصر الكيميائية فكل عنصر يمتلك هوية خاصة به تميز وتحدد نوع وخصائصه الكيميائية والفيزيائية إذن كل عنصر له هوية خاصة تميز وتحدد نوع وخصائصه الكيميائية والفيزيائية ولقد اصطلح على تمثيل كل عنصر بالطريقة الآتية العنصر X هو رمز العنصر A تمثل العدد الكتلي Z توجد في أسفل العنصر وتمثل العدد الذري يمثل العدد الذري عدد البروتونات في نواة ذرة العنصر وبما أن الذرة متعدلة كهربائيا فإنه يمكن الاستدلال على الإلكترونات من العدد الذري حيث يكون فيها عدد الإلكترونات مساويا لعدد البروتونات العدد الذري يساوي عدد البروتونات ويساوي عدد الإلكترونات في الذرة المتعدلة ويمثل العدد الكتلي مجموع عدد البروتونات والنيوترونات داخل النواة العدد الكتلي يساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات إذن يمكننا الاستدلال على الإلكترونات من العدد الذري حيث أن العدد الذري هو عدد البروتونات وأيضا يساوي عدد الإلكترونات أما العدد الكتلي فهو عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات ويوجد أعلى العنصر فكر صفحة 34 تتركز كتلة الذرة في نواتها الإجابة لأن كتلة الإلكترونات يمكن إهمالها وتتركز فيها كتلة البروتونات والنيوترونات إذن النواة يوجد فيها البروتونات والنيوترونات لذلك فتتركز كتلة الذرة في النواة نحن نتعرف أكثر على العدد الكتلي والعدد الذري في النشاط الآتي في المثال صفحة 35 إذا علمت أن رمز ذرة عنصر الكلور CL35 العدد الكتلي و17 العدد الذري فما عدد كل من الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات فيها أولا عنا 35 تمثل العدد الكتلي و17 تمثل العدد الذري العدد الذري هو عدد البروتونات إذن عدد البروتونات يساوي 17 وعدد الكتلي هو مجموعة البروتونات والنيوترونات حكينا مسبقا أن البروتونات تساوي 17 فابدنا نطلع عدد النيوترونات بنطرح 35 ناقص 17 ويساوي 18 النيوترون سؤال تحتوي نواة العنصر الافتراضي M على 11 بروتون و12 نيوترون اكتب هوية العنصر M رح ندور على عنصر عدد الذري يساوي 11 ومجموعة البروتونات والنيوترونات اللي هو العدد الكتلي يساوي 23 وهو عنصر الصوديوم N A ننتقل إلى صفحة رقم 36 ما عدد بروتونات ذرة الليثيوم؟ عدد بروتوناتها تساوي 3 ما سبب تعادل هذه الذرة كهربائيا؟ لأن عدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات فيها ما شحنة النواة؟ شحنة النواة فيها موجبة تتكون الذرة من نواة في مركزها تحتوي على النيوترونات المتعدلة والبروتونات موجبة الشحنة وحولها مستويات طاقة تدور فيها الإلكترونات سالبة الشحنة يتسع كل مستوى لعدد محدد من الإلكترونات حسب حجمه الذي يزداد كلما ابتعد عن النواة حيث يتسع المستوى الأول لإلكترونين والثاني إلى 8 إلكترونات والثالث إلى 18 إلكترون سؤال إذا علمت أن عدد بروتونات ذرة الأكسجين يساوي 8 وعدد النيوترونات فيها يساوي 8 أرسم نموذجا لهذه الذرة مبينا توزيع الإلكترونات فيها إذن راح نحط داخل النواة بما أنه عدد البروتونات يساوي 8 نضع 8 بروتونات وتمن إنيوترونات أما عدد الإلكترونات فيساوي أيضا 8 لأنه عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات راح نسم داخل الظرة 8 بروتونات وتمن إنيوترونات أو عفوا داخل النواة 8 بروتونات وتمن إنيوترونات وتوزيع الإلكترونات راح يكون 8 إلكترونات ننتقل إلى نشاط رقم 3 اشتقاق رمز العنصر راح نجيب الجدول الدوري عدد موقع عنصر الهيدروجين فيه أعلى الجدول أول عنصر هو عنصر الهيدروجين أكتب أسماء 11 عنصرا تلي عنصر الهيدروجين في الترتيب الأفقي بعد الهيدروجين بيجي الهيليوم ثم الليثيوم والبيريليوم والبورون والكربون والنيتروجين والأكسوجين والفلور والنيون والصاديوم والمغنيسيوم تأمل الحروف الموجودة فوق اسم العنصر أجب عن الأسئلة الآتية أي من العناصر اشتقى رمزها بأخذ الحرف الأول من اسمها؟ الهيدروجين حرف الـ H أي من العناصر اشتقى رمزها بأخذ الحرفين الأول والثاني؟ الهيليوم H-E أي من العناصر اشتقى رمزها بأخذ الحرفين الأول والثالث؟ الإجابة هي عنصر المغنيسيوم وقد اشتقت رموز العناصر من أسمائها اللاتينية أو الإنجليزية أولاً العناصر التي اشتقت رموزها من أسمائها اللاتينية وهي العناصر المكتشفة قديماً كالذهب والفضة أما العناصر التي اشتقت رموزها من أسمائها الإنجليزية وهي العناصر المكتشفة لاحقاً مثل المغنيسيوم والكالسيوم إذن في عناصر اشتقت رموزها من أسماءها اللاتينية وفي عناصر اشتقت رموزها من أسماءها الإنجليزية ننتقل إلى الصفحة التي تليها تمع عن الجدول السابق ثم أجب عن الأسئلة الآتية واحد اذكر أسماء ثلاثة عناصر اشتقت رموزها من أسماءها اللاتينية مثل الزهب والفضة والحديد ما ترتيب الحروف في الأسماء اللاتينية التي اشتقت منها رموز العناصر الصوديوم والبوتاسيوم والرصاص ترتيب الحروف الصوديوم الأول والثاني أما البوتاسيوم الأول الرصاص الأول والخامس أذكر أسماء ثلاثة عناصر اشتقت رموزها من أسماءها الإنجليزية مثل الهيدروجين والفلور والأكسوجين قارن بين رمزي عنصري الكالسيوم والنحاس من حيث رسم الحرفين الأول والثاني في كل منهما الكالسيوم الحرف الأول والثاني من الإسم الإنجليزي النحاس الحرف الأول والثاني من الإسم اللاتين أي العناصر الواردة في الجدول يعد من العناصر السامة عند وجوده في مياه الشرب مثل العنصر الرصاص والبولونيوم أخطر عنصرين موضحا استخدامات كل منهما في الحياة الكالسيوم يستخدم في تكوين العظام والأسنان اليود مهم للغدة الدرقية وبهيك بنكون خلصنا الدرس الثاني بتمنى تكونوا استفدتوا ونلخاكم في دروس قادمة إن شاء الله أصدقاء العزاء هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة احنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط لموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتى تفيدكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد